سجل للعام 2021 العديد من الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على الأصعد كافة نعم ففي رحاب السنة ذاتها رسمت المملكة ملامحا مضيئة على صعيد التحديث الاقتصادي والسياسي ومواصلة استكمال مقاومات العمل التشريعي والقانوني والحقوقي والخدمي وأحتى الإنساني بما ينسجم مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى أيده الله في رحاب العام 2021 صور متلألئة لازمت ملامح الكثير من المنجزات والمكتسبات التي حققتها البحرين سواء على صعيد الانفتاح على العالم الخارجي وتدعيم شبكة علاقاتها مع الحلفاء والأصدقاء أو على صعيد التحديث السياسي ومواصلة استكمال مقاومات العمل التشريعي والقانوني والحقوقي والإنساني والخدمي فضلا عن آليات عمل مدروسة زادت من نشاط الاقتصاد الوطني وضمان تسارع وطيرته بما ينسجم مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله والتي تفصح عن مكنونها المتكامل كنهج راسخ تتبناه المملكة ومن المؤكد أن يقود نحو تحقيق التنمية المستدامة بأنماطها المختلفة الكل يشهد في تجربات البحرين في إداراته لأزمة كورونا واليوم تفعيلا لدور حقوق الإنسان مملكة البحرين قدمت للجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين جميع الجرعات التي من حق كل إنسان أن يحصل على هذه الجرعات اللي هي الفيروس كورونا هناك أيضاً العديد من المجالات أيضاً منها بناء المدن السكنية اللي نشوفها اليوم واللي قمت عليها وزارة الإسكان ثلاث مدن كبرى موجودة الآن في البحرين مدينة خليفة مدينة سلمان ومدينة شرق الحد وأيضاً يتم العمل الآن على مدينة شرق سترة أعتقد أن هذه منجزات كبيرة في العهد الأصراحي لسيدي جاة الملك مبادر العافي الاقتصادي في مكة البحرين رؤية جداً جميلة فيها خمس أولويات اللي بتخدمنا في كثير من الأمور واحدة من الأمور اللي مهمة نحن نعتبرها هي الملف السياحي يكون هناك في تركيز ونعرف هنا في البحرين تقريباً نستقطب حوالي 12 مليون سائح والناتج المحلي 1.6 مليار عدم انقطاع التعليم في الظروف الاستثنائية لتدعيات جائحة كورونا فمملكة البحرين هي الدولة العربية الأكثر نجاحاً في استثمار رأس المال البشري وتنمية الموارد البشرية وتصدرت المركز الأول عربياً والرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتميزت أيضاً في تطوير البحث العلمي والتشجيع على الاستثمار فيه في مجلس النواب مرر المجلس العديد من الإنجازات والمشاريع المتعلقة بحقه والنسان وكان آخرها طبعاً مرسوم تعديل غانون التدابير والعقوبات البديلة الذي نص على أمكانية استبدال العقوبة بعقوبة بديلة منذ اليوم الأول أو حتى مع نطق القاضي للحكم أو يكون ذلك بعد تنفيذ الحكم بتقديم طلب من الجهة المعنية وزارة الداخلية كذلك الآن يجري مناغشات غانون السجون المفتوحة حيث سيحال إن شاء الله غريباً إلى مجلس النواب لدراسته وعلى وجه الخصوص للجنة الخارجية وبإذن الله متى ما وصلنا ستتم دراسته من أجل الخروج باب المنظر الذي يعزز منظمة البحرين في حق الإنسان ضمن حدود الدولة المدنية الحديثة تصنع الإنجازات لتغلف بجهود العاملين الدائبين على رفعة المملكة ونماء تكوينها الذي تمتزج فيه ألوان طيف التاريخ الزاهية ولعل شدة المعيقات التي واجهت البلاد خصوصاً عقب انتشار الضيف الثقيل المتمثلي بوباء كورونا قبل ما يزيد على سنة ونصف السنة قد كانت ضحية ذكاء السياسة الطبية بالتعامل مع كل ما أحدثته الجائحة وما ترافق مع مجيئها من ركود حل على معظم المجالات الحيوية في المملكة إلا أنه وبفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي بذلت وما زالت تبذل قد أفلحت بالتصدي لحيوية الفيروس وأركست نشاطه لتعود القطاعات الهامة نحو التعافي تدريجيا بالشكل الذي خطط له وذلك يعطيك مؤشرا حقيقيا يرتفع معه مستوى نجاعة السياسات والخطط التي يتم وضعها لتكون لها الكلمة العليا والفعل المؤثر والعمل الناجز في كل مرحلة على حدة اشتركوا في القناة